أظهرت ورقة تحليلية لمنتدى الاستراتيجية الأردني ارتفاع مديونية الأسر والأفراد للبنوك مقابل انخفاض إقراض أشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل 95% من القطاع الخاص الورقة التحليلية أكدت على ضرورة التنبه البنوك للمخاطر الاعتمانية ناتجة عن إقراض الأفراد والأسر خاصة أن تجاوز 9 بنوك نسبة عبئدين فيها حاجز 50% من الدخل الشهري المنتظم للعميل وأوصل منتدى بتنويع المحافظ الاعتمانية للبنوك لتقليل المخاطر من خلال زيادة إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل إقراض القطاع الخاص بشكل عام لتوسيع استثماراته إضافة إلى تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لزيادة فرص النمو الاقتصادي وزيادة دخل الفرد بما يؤدي إلى تقليل مخاطر إقراض الأفراد